الخوف والغم والمكر بيك وطالب الدنيا وزينته. فقال ايه? قال سيد جعفر ايه? عجبت لمن خاف. ولم يفزع الى قول الله سبحانه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. الله. يبقى كل ما تكون خايف من حاجة لا تحصل. كل ايه? انا مش انا مش شارد في الكل واحدة. ده لي يا رب. اللي ما اقدرش عليه. اه? هو يا رب علي. ادق وقاوي الى ركن ايه? شديد. له الى. الله. ده انت لما تكون ماخن. ومعاك جنيه ويقع منك. ان كان ما عندكش غيره تزعل. وان كان عندك عشرين جنيه في البيت. طب وان كان عندك مية في البنك. ازا كل واحد ما يكون رصيد ما يعوزه في اللي فات. انما اللي يزعل مية. انت ما عندوش للجنيه. ايامل ايه ويامل ايه مش عارف ايه. طب ولله رب بقى. عجبت لمن خاف. ولم يفزع بعد خوفه الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوق. وعجبت لمن اغتم. وقلنا ان الغب انسداد القلب. وبلبلة الخاطر من شيء لا يعرف سببا. تقول والله انا سدر من قبل ما اعرف ليه. لماذا? اسم ايه? الغب. وعجبت لمن اغتم. ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين. فاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له. الله الله الله. ونجيناه من الغب. ومش بس له. وكذلك ننجي المؤمنين. يعني رجلت عمى. مش له بس. وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله ساعة الغب لا اله الا انت يعني لا مفزع لي سواء. اروح لي من بقى. انت اني كنت من الظالمين ليه? يعني يا رب يمكن الغب ده دخل علي لان يعني انا عملت حاجة او ظلمت نفسي ولا كده ولا كده فهي جديد سوا واني مش عارف. وعجبت لمن مكر به. اعدائك بيمكروا بك وانت من تشهد الناس. يعدوا يرفقوا لك ويعملوا لك مكر. قال له وعجبت لمن مكر به. كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله. ليه? لاني ربنا قال ومكر ومكر الله. يبقى هو اللي حيقابل بقى اللي. لاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت بقى للطموحات بقى بتاعة الدنيا عايز يبقى عنده وعايز يبقى عنده. ما فيش مانع يبقى عندك يا سيدي. بس يقول ايه? ما شاء الله. لا قوة الا بالله. ولولا اذ دخلت جنتك. قال بيدلوا على مفتاح الخير. اللي يزود عند الدنيا. هو ما عندوش. وبقولهم كنت يعني برضو عايز الديني الروحي.